النبي صلى الله عليه وسلم بالعقد عليها أو بالدخول بها وهو واجب على الزوج إلا أن تتركه الزوجة عن طيب نفس منها رقم اثنين النفقة والنفقة بتشمل توفير مسكن مناسب وتوفير طعام وثياب النبي صلى الله عليه وسلم يقول وأن تطعمها إذا طعمت وتكسوها إذا اكتسيت يعني طعام زوجتك وثيابها المفروض تبقى من نفس طعامك وثيابك والنفقة على حسب تفاوت حال الناس قال الله عز وجل لينفق ذو ساعة من ساعته رقم ثلاثة حسن العشرة قال الله عز وجل وعاش روهن بالمعروف يعني حضرتك تعامل زوجتك برحمة ورفق تحفظ سرها تحترم أهلها تحاول تشاركهم في أفرحهم وفي أحزنهم وزي ما من حقك عليها إن هي تتزين لك وما تمنعش نفسها عنك كمان من حقها عليك إن أنت تتزين للقاءها وما تمتنعش عنها من حسن العشرة إن حضرتك تتجنب إزاء زوجتك وإهانتها ولو بكلمة كذلك من حقها عليك إنك تبص للجوانب الإيجابية فيها وتغض الطرف عن أخطاءها وهفوتها النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يفرق مؤمن مؤمنة يعني لا يبغض مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي منها آخر الحاجة الأخيرة من حق زوجتك عليك إنك تساعدها تتقرب إلى الله عز وجل ربنا عز وجل بيقول يا أيها الذين آمنوا قو أنفسكم وأهليكم نارا وبيقول برضو وأمر أهلك بالصلاة واستبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى زي ما الإسلام كفى الحقوق للزوجة كمان كفى الحقوق للزوجة ينبغي على الزوجة إن هي تمتصل لها وإن هي تراعيها على أساس إن يبقى كل واحد منهم للتاني سكن ومودة ورحمة زي ما ربنا قال من حقوق الزوجة على زوجته إن هي تسمع كلامه خصوصا لو كان ده بش في معصية ربنا ولا في شيء هيدر بيها النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما الطاعة في المعروف كمان من حقوق عليها إن هي ما تخرجش من بيت الزوجية من غير إذنه ولا تدخل حد البيت من غير إذنه خصوصا كمالة وكان بيكرهه النبي صلى الله عليه وسلم قال في خطبة الوداع ولكم عليهن حقا ألا يوطئت فرشكم أحدا غيركم ولا يأذن في بيوتكم أحدا تكرهونا برضو من حقوق عليها إن هي ما تمتنعش عنه لكن الامتناع ده اللي هو إيه الامتناع المحرم اللي هو امتناع لمجرد الامتناع من غير سبب وجيه أصلا أما لو كانت مريضة أو تعبينة تعب شديد أو غيره من الأسباب فده مشروع العلاقة بين الزوجين ده من مقاصد الزواج أصلا اللي شرعت من أجله فبيها بيعف كل طرف نفسه عن طريق حلال ربنا أكرمهم بيه وهو الزواج برضو من حقوق عليها إن هي تراعي بيته أولاده وتخلي البيت دايما مصدر للراحة والراحة والبهجة ما تخليهوش مصدر للألأ ولا للتوتر وتعمل ده بكل ما في إيديها من صبل أو طرق النبي صلى الله عليه وسلم قال والمرأة راعية على بيت زوجها وولده وهي مسؤولة عنهم كمان إن هي تحفظ أسراره ما تروحش تقول لأهلها أو أهله عن المشاكل اللي بينهم أو أي حاجة تخص بيتهم المفروض إن هي أصلا تكون صندوق أسراره النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن أي النساء خيرا أو عن المرأة الصالحة قال إذا نظر إليها صرت وإذا أمرها أطاعت وإذا غاب عنها حفظته في نفسها وماله فحقوق الزوج أو حقوق الزوجة عموما حقوق الاتنين حقوق المشتركة اللي بينهم دي الحقوق اللي ربنا أمرنا بيها وفرضها علينا وحسنا النبي صلى الله عليه وسلم عليها عشان نقيم أسرة سعيدة مترطة من أهم المشكلات اللي بيغفل عنها الأزواج هي تلبية الاحتياجات المعنوية أو العاطفية للطرف الآخر زي الاحتياج للحب أو الأمان أو غيرها من الاحتياجات وبيغفل عنها كثير من الناس لأن الاحتياجات المعنوية النقص فيها مش بيكون واضح بشكل ملموس زي الاحتياجات المادية الأخرى وبيكون محتاج أن الطرف اللي عنده نقص احتياج معين أنه يعبر عنده من خلال مشاعره وأن الطرف الآخر يقدر يتعرف على هذه المشاعر عشان يقدر يتعامل معاه السيدة عائشة رضي الله عنها وأرضاها بتقول لنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها إني لأعلم إذا كنت عني راضية للنبي صلى الله عليه وسلم ومن أين تعرف ذلك فقال لها النبي أما إذا كنت عني راضية فإنك تقولين لا ورب محمد وإذا كنت علي غضبة فإنك تقولين لا ورب إبراهيم فقالت السيدة عائشة أجل أي أكدت أن هذه هي العلامات الرضا أو السعادة وهذه هي علامات الغضب عندها وهنا بيعلمنا النبي صلى الله عليه وسلم الدئي مهم أنه رغم عظم الأمور اللي كان بيهتم بها النبي صلى الله عليه وسلم وكان مسؤول عنها لأنه كان مهتم أنه يعرف علامات السعادة أو علامات الغضب عند زوجاته صلى الله عليه وسلم وكان مهتم بأنه يعرف مشاعرهم مش بس كده لا النبي صلى الله عليه وسلم كان بيسعى إلى البحث عن الاحتياج اللي وراء المشاعر دي وكان بيقوم على تلبيته صلى الله عليه وسلم السيدة صفية بتقول أن هي كانت مع النبي صلى الله عليه وسلم في صفر فأطأت عيرها فذهب النبي صلى الله عليه وسلم ليطمئن على حالها فوجدها تبكي وقالت للنبي صلى الله عليه وسلم أنت حملتني على بعير بطيء يعني بتقول للنبي صلى الله عليه وسلم أنت السبب أنت اللي أخرتني بسبب أنك جعلتني على بعير بطيء النبي صلى الله عليه وسلم ما عملش زي ما كتير من الأزواق بيعمله وقعد يقول لها الكلام ده صح لا الكلام ده غلط وقعد يجدلها في صحة الكلام أو عدمه لا النبي صلى الله عليه وسلم عارف أن زوجته في حالة الغضب أو في حالة الحزن هي محتاجة تشعر بتقدير النبي صلى الله عليه وسلم أو باهتمام النبي صلى الله عليه وسلم بها ومكانتها عند النبي صلى الله عليه وسلم فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يمسح بيديه الدمعة عن عينيها ويحاول أن يهدئ من حزنها وغضبها صلى الله عليه وسلم وهنا النبي صلى الله عليه وسلم بيعلمنا درس مهم جدا هو أن نحن نخلي بالنا من مشاعر زوجاتنا ومن الاحتياجات اللي وراء هذه المشاعر وأننا نقوم على تلبية هذه الاحتياجات